بسم الله الرحمن الرحيم جمعة التابوك السنة التحضرية قسم الرياضيات محاضرة بعنوان دوال الزوجية والفردية بالمناسبة عشان ما احد يتلخبط في الدوال الزوجية والفردية هنا كتعريف بسيط وصراحة هو اهم ما في المحاضرة هذه نقول اني احنا راح نجيب حاجة اسمها f of negative x هذا تعريف من خلاله سيتبين تماما اذا كانت هذه الدالة موضع الدراسة زوجية ام فردية فنقول f of negative x يعني صورة سالب x عبارة عن اذا عطتنا هي هي f of x فان الدالة زوجية واذا عطتنا سالب f of x فان الدالة هي فردية وبذلك لجميع نقاط ال x التي تنتمي لدمين الدالة مرة اخرى اختصار شديد موضع الدالة زوجية وفردية هذا شباب هو علاقة ما بين سالب الاصل وموجب الاصل كيف يعني؟ عندي مثلا اصل اثنين واصل سالب اثنين مثلا موجب اثنين وسالب اللي هو سالب اثنين طيب العلاقة بين صورة سالب الاصل وصورة موجب الاصل حلو؟ فاذا كان في تساوي يعني العناصر السالبة في الاصل هي هي العناصر الموجبة صورها يعني صور العناصر السالبة هي صور العناصر الموجبة تكون دالة زوجية أما إذا كانت صور العناصر السالبة هي صور العناصر الموجب ولكن باختلاف إشارة في إشارة مختلفة إذن تكون فائدين طبعاً الكلام مهما كان ما راح يكون واضح إلا من خلال المثال فخلينا نشوف كده مقارنة comparing between even and odd functions عشان الموضوع يبين يعني هنا في أشهر مثال خلينا ناخذ كده عمود even عمود odd وهنا أوجه المقارنة خلينا ناخذ example من أشهر الأمثل على الدوالة الزوجية نقول f of x equals x squared x squared وهنا f of x equals x cubed يعني أو الثلاثة نيجي نشوف الرسمة هذه بسرعة كلنا عارفين رسمة القطع المكافئ اللي هو الـ x التربيع هذا نقرسم بهذا المنظر فبغتصار شديد جداً جداً إذا قلت مثلاً أبغتصرطة الـ 2 كم تصير؟ 4 طيب صورة السلبة 2 راح تصير السلبة 2 كل تربيع برضو 4 إذن خلينا نعمم صورة الـ x راح تكون ايش مثلاً هذا المكان x تربيع طيب صورة السلبة x راح تصير سلبة x الكل تربيع فالسلبة يختفي فتعتك نفس الصورة بالضبط حقة ايش حقة الـ x وبالتالي فصار فيه زوج من الأصول اللي هو العنصر الأصلي والسلب حقه ونفس الصورة اللي هي ايش اللي هي هذه النقطة مثلاً كويس فهنا ممكن نقول لي ايش ممكن نقول اني f في سلبة x حتى نجي فيها بالراحة كده f في سلبة x ايش معنى f في سلبة x يعني شيل كل x في الدالة حط مكانها سلبة x طبعاً هذه عشان تقراءها مضبوط لا تقول لي سلبة x تربيع لا لازم تقول سلبة x الكل تربيع طبعاً حطوة القوس لازم تنطقه في القراءة فتقول سلبة x الكل تربيع في التربيع ينزل على السالب وصير موجب ويجع على x وسل x تربيع طبعاً هذه هي نفس الدالة الأصلية إذن f في سلبة x عطانا f في x وهذا اللي قلناه هنا إن إذا f في سلبة x تعطينا f في x تكون الدالة ليش يا شباب زوجي خلاص إذن هذه الدالة زوجية وهذا يعتبر إثبات لها وإذا جاكي مثلاً أثبت أو بيّن هذه الدالة زوجية ولا لا لازم نساوي كده طيب نشوف الأد هنا نشوف الأد وهي x تكعيب بهذا المنظر مثلاً زي ما نعارفين نساوي كده نساوي كده نساوي هذا المنظر أو كده يعني طيب مثلاً f في 2 يا شباب f في 2 كما تصير 2 تكعيب ثمانية f في سالب 2 negative 2 رح تصير ندي negative 2 alt كيوب فالسالب لما يرفع الأس ثلاثة يطلع يظهر فتصير سالب ثمانية طيب إذا عممنا f في x تصير إيش x f في سالب f في سالب f في سالب x تصير سالب x كل تكعيب يعني الارتفاع هذا إيش علاقة بالارتفاع هذا شباب هو أو أو انخفاض هذا يعني العمود هذا هو هو هذا كطول لكن هذا فوق وهذا إيش تحت يعني هنا مثلاً في الرسمة هذه هذا يكفؤ هذا تماماً في المقدار وفي الاتجاه كمان كلهم فوق هنا لا هنا مقداراً ماشي نفسه هو هو لكن هذا فوق وهذا تحت يعني سالب حقه السالب حقه كويس فنقول معنا كذا إيش إني لما نحب نجيب f في سالب x رح نشيل كل x نحط مكانها سالب x فتصير سالب x لكل تكعيب السالب يظهر والتكعيب ينزل على x فتصير سالب x تكعيب طيب ما x تكعيب هذه هي هي f في x وخلي السالب بره فيصير سالب f إذن هذه الحالة الثانية اللي قلنا عليها إيش إن f في سالب x تعطيك سالب f وفي هذه الحالة تكون دالة طيب ممكن واحد يقول لها ديكتور يعني معنى كذا إذا كان الأس زوجية تكون دالة زوجية إذا كان الأس فردي تكون دالة فردية أقول نعم حتى أنا كاتب هنا انظر في الصف هذا أنا كاتب إيش power of x يعني قوة هنا زوجية وهي اثنين وهنا ود اللي هي أس الثل ثلاث فردي وهذا يسهل جدا يعني إذا كان الأس زوجية تصير دالة زوجية إذا كان أس فردي تصير دالة فردي ولا أسفل من ذلك في أورض وجه مقارنة مهم شوية شباب اللي هو symmetric about كلمة symmetric يعني متماثلة نتكلم على الدالة زوجية تكون متماثلة حول كلمة symmetric يعني reflection axis أو محور النكاس بحيث أن الجزء هذا شباب انعكس تماما حول محور y فظهر هذا الجزء كأنه مرآله فهذا يكفي هذا تماما يعني فدالة زوجية تكون متماثلة حول محور y هنا في تماثل أيضا زي ما تفقنا المقدر هذا ومقدر هذا ولكن التماثل حول نقطة من حول نقطة الأصل ما هو المحور ومعنى دقة شوية مثلا النقطة هذه انعكست عن origin كيف يعني تسوي خط كده 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 اللي ينتصل لهنا النقطة هذه عن منحنة وهذه عن منحنة المسافة هذه من أول origin للنقطة هذه هي نفس مسافة هذه من origin للنقطة هذه فنقول هنا symmetric about y axis وهنا symmetric about the origin والأشي هذه شباب ممكن تيجي إذا في اختيار متعدد مثلا ممكن تيجي صحة وخطأ ممكن نقول the even function is symmetric about origin لا يصير خطأ لنسي symmetric about y axis and so on واضح وطبعا هنا التماثل حويم محور y جاء من أن السالب يختفي مع الأسس الزوجية يعني السالب يختفي يعني هنا السالب x لا تظهر تحت تربع فصار موجب فظهر فوق برضو أما هنا لا السالب ظهر فنزل تحت يعني فعلا أساس الموضوع هو نوع الأس خلا نشوف ونكمل السلايد اللي بعد هذه يقول هنا important for solving problems directly يعني هذه المعلومات مهمة لحل المسائل بصورة سريعة مباشرة شوي خلا نشوف معلومات هذه يلا بس من باب الاختصار سيكتب let us denote يعني نرمز even function by e يعني إذا حطت capital e تصر even والout function by capital o خلاص فإذا حطت capital e تصر even capital o تصر odd نقول هنا f of x يساوي axusn يعني هذه الصورة مصغرة لدلة axusn والله الموضوع ما توقف تماما على ال-n هذه على ال-n إذا كانت ال-n شايفين إذا ال-n هذه إذا ال-n power هذا even تصر لدلة even وإذا ال-n هذه ud تصر لدلة ud إذا مرة أخرى axusn even طالما ال-s زوجي ud طالما ال-s فردي هذا باختصار شديد أيضا معنا معلمات أخرى عشان نحل المسألة بسرعة شوية شباب خلنا نشوف كده معنا يلا المعلومات هذه تخص العمليات يعني كيف جمعوا دلتين فردي طب واحدة 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 زوجية واحدة فردية لا نقول neither even nor ud ليست زوجية وليست فردي في حالة الضرب القسمة الموضوع أشبه بالسلب الموجب كأن even موجب والد سالب يعني فنقول إذا كانوا متشابهين يعني even ضرب even أو even على even تعتك even ud ضرب ud تعتك even برضو لكن even ضرب ud أو even على ud تعطي تعتك ud هذه الأشياء تخيلنا نحل المسائل بسرعة كبيرة جدا فتفيدك في أنك تعطيك تصور مسبق على حال المسألة قبل أنك تحل لها أو في الاختيار المتعدد يمكنك من إجابة بطريقة مباشرة يلا نشوف examples هذا النص المشهور الذي يجي في أي سؤال في هذا الموضوع حدد ما إذا كانت الدالة زوجية فردية أو ليست وليست عندنا جمعة من الأمثلة كبيرة وحلوة كده أول مثال هذا خدعة كبيرة ف مالطالب يسمع كمه ثري على طول يجي في دماغ النجاج فردي يقول لك فردي يا ابن الحلالة ما أتكلم عن ثري ما أبغى ثري نفس هذه ثري هذا عدد فردي نعم عدد فردي لكن أنا ما أسأل عن العدد أسأل عن من يا شباب عن من عن الدالة صح ولا لا نسأل عن الدالة نفسها فالدالة ما يفردي الدالة هذه زوجية ليش زوجية مش حين اتفقنا حسب القس حق الان طيب فيصير القس هنا 0 0 حتى نكاتب 0 فمعنى 0 زوجي ولا فردي طبعا زوجي هذه طريقة مباشرة طريقة تفصلي نقول إيش F negative X أصلا ما في X عشان عاوض فيه ف F negative X سيصير هي ثلاثة زي ما هي فهي F X إذا رجعنا للحالة حق أن F X يعني تدل زوجية وهذا يجب يكتب إذا جاي اختبار خطوات وكده تكتب هذا النظر إذا كان مباشر اختيار منتعدد على طول تحط إنها even وعلى طول نتأوم تشوف zero degree على طول even تحط في دماغ يعني على طول ف X equal 10 برضو even F X equal 9 برضو even F X equal 5 برضو even وهكذا أي دالة ثابتة هي زوجية وبرضو عن طريق الرسم لو تتذكروا شباب كيف نرسم الدالة ثابتة أخذناها في المحاضرة السابقة نرسم خط يوازي محور X خط يوازي محور X الخط متماثل حوالي محور Y يعني زوجية بلونتهى الوضوح مثال الثاني F equals 1 over X خليناش في الطريقة التفصيلية يلا نقول F سالب X دائما بداية كده F سالب X وهذه معناها أنك تشيل كل X تحط مكانها سالب X F فتصيل سالب F X وبالتال يقول هذي كيف تطلعها بطريقة سريعة عن الطريقة التي قلتها فوق هذه بمنتها البساطة البسط الحال even or odd برضو لسه طلب يقول واحد هذا odd ما أريد العدد أريد even طبعا فالبسط even عشان zero degree وإن مقام S1 فتصير even على odd even على odd اشتعبتي odd ففايدة القوانية الفوق هذه أنها تبتلك تصور مسبق فكأنك تشيك على حل أو تطمن على حل سؤال الثالث يقول F X equals 4 X cubed plus 10 X نفس الطريقة يعني والله فعلا شيء سهل جدا جدا كل المسائل الحل لا يبدأ كده F سالب X نبغى أول شيء في الحل ومعنا كده والخطوة تيجي تباعا يعني خلاص شيل كل X وحط سالب X وانتبه الأقواص طبعا سالب X لكل تكاييب زائد 10 في سالب X فطبعا باختصار شيء يا شباب الدالة الفردية دائما تغير جميع إشارات الدالة يعني هذه ستصير سالب وهذه أيضا ستصير سالب وبالتالي يمكنك أخذ سالب مشترك برة وكتابة الدالة كما هي داخل قسيم يعني هذه هي F X زي ما انتو شافين فتصير يا شباب تساوي سالب F وبالتالي الدالة Ud أيضا طيب هنا مثلا F X equals X minus 1 يلا تصور السريع يقول يلا هذي إيش فردية هذي إيش زوجية لا خلاص ليست وليست لإني واحدة فردية واحد زوجية اللي هو هنا الخلية هذه زوجي مع فردي مجموعين مطروحين لا نقول إيش سالب X سالب 1 وهنا في نقطة خطيرة أنا قلت في المسألة اللي قبل على طول أن الدالة الفردية تغير جميع إشارات يعني هذول موجب موجب صارت سالب سالب هنا لو تلاحظون X صارت سالب X والسالب 1 كما هو مشتركة فنقول على طول إذا زوجية ولا فردية نفس كلام هذي إذا سويتوها بالتفصيل زي ما قلنا هنا يعني تطلع لكم إيش إيفين إيفين ليش هذه أربعة هذه أثنين هذه أثنين فإذن زوجية طبعا مباشرة وانت همعين لدي نقطة مهمة شوية ممكن يطرأ في دماغ هذا السؤال إذا عندك شباب خمسين حد كثيرة حدود كلهم زوجي مثلا وجاء الحد الواحد وخمسين فردي دلة فردية إذن الدلة ليست وليست يعني ما يغرك كثرة العدد زوجية يعني إذا زودت هنا مثلا ما ناقص X يخرب عليك كل اللي قبل ما هذه زوجي وهذه زوجي وهذه زوجي إذا قلت زائد X X فردي لا خلاص صرت ليست وليست يعني لازم تكون كل على بعض السؤال اللي بعد مثلا نشوف مع بعض أنا صراحة يعني إذا تساوت ها بالتفصيل تطلع معك زي ما قلنا لكن خلصنا للوقت هذه الحالها فردية يعني X 5 هذه الحالها فردية إذن البسط كل فردي هنا أيضا فردية طيب هنا أيضا فردية بسوى حد فطبعا بعض الطلبة ممكن يتغرش ويقول كل فردي إذن فردي لا أنا قلت هنا إيش إني فردي على فردي يعطيك زوجي دالة فردي عدد فردي يعطيك دالة إيش زوجي وإذا جبناه بالتفصيل F سالب X راح يطلع لك السالب مشترك من فوق السلب مشترك من تحت فيروح مع بعض فتعود الدالة كما كانت تماما برضو آخر مثال عشان نعرف همية القانون لو F في مسائل زي اللي فيها القيمة المطلقة لازم تحط فيها F يعني مثلا سؤال أخير F equals absolute value of X فإذا حبينا نجيب F سالب X راح نشير كل X نحط سالب X زي كده فالقيمة المطلقة سالب X هي القيمة المطلقة X وبالتالي رجالنا للدالة كما كانت وبالتالي للدالة زوجية طبعا الدرس هذا مر بسيط جدا جدا وبإذن الله تكونوا استوعبت الموضوع وبالتوفيق إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته